موسيقى نتابع برنامج المساء حيث أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل أربعة متظاهرين في بغداد بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص لتفريق المحتجين جاء هذا بعد قطع مجموعات من المتظاهرين جسر الشهداء في بغداد مجددا عقب ساعات من فتحه فيما حاولت قوة الأمن تصدي لهم وقال مراسلنا إن مظاهرة انطلقت في شارع الرشيد ببغداد وإن قوة الأمن تحاول تفريقه ويواصل المتظاهرون العراقيون اعتصامهم في ساحة تحرير في بغداد وقطعهم لجسور رئيسة فيها وفي البصرة قالت الحكومة العراقية أن الإغلاق المستمر لميناء أم قصر تسبب بوقف تصدير 90 ألف برميل نفط وكلف الدولة خسارة بالملايين وكانت بغداد أعلنت عودة العمليات إلى الميناء قبل أن يعود المحتجون إلى إغلاقه كل ذلك وسط تقارير ميدانية تفيد بلجوء قوة الأمن إلى الرصاص الحي لتفريق التظاهرات ما يطلب منها تتغادى عنه تقول ما ترغب في سماعه ليبقى واقع الحال بعيداً عن أمال التهدئة التي تريدها هذه هي حال الحكومة العراقية تقول إنها لا تلجأ للعنف في مواجهة التظاهرات المحتدمة ضدها يقول المحتجون عكس ذلك ويعرضون الصور دليلاً وأشدها كان في كربلاء ليلاً حيث سجل سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين بالإضافة إلى الجرحة وحالات الاختناق وإلى الجنوب أكثر تقول الحكومة إنها استعادت الحركة الطبيعية للعمليات في بناء أم القصر وهو الميناء الذي أغلقه المتظاهرون لمدة أسبوع كامل احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم إغلاق تسبب وفق بغداد بخسارة فاقت 6 مليارات دولار بيانات حكومية يأتي رد الشارع عليها سريعاً ولا يتأخر بإعادة الأمور إلى المربع المنطفد ونفي لواقع الحال الذي تريده الحكومة والله العظيم والله العظيم آخر قطرة من أهالي قصر يا الله ننسحب من باب الميناء وعليه الميناء أغلق من جديد في تحدي متجدد لقوات الأمن المصرة من جهتها على أسلوبها شهداء سياسة شهداء سياسة وجهر حوي ما نعرف العمل لحد الآن تقول الحكومة أنها لا تستخدم العنف ويرد المتظاهرون بمشاهد مصورة من موقع الحدث في البصرة المدينة ومحيط الميناء في زوبعة مستمرة تحتار الحكومة بطرق الرد عليها فتعلن عن اعتقالات ستتم لمحافظ البصرة سابقاً ولعدد من المسؤولين بحكم أحكام قضائية نسبتها لمنفات فساد قالت أن التحقيق فيها جار تحقيقات تأمل بغداد في أن تنجح ولو قليلاً في تخفيف حدة الشرارة المندلعة معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور حازم الشمري دكتور حازم مرحباً بك في برنامج المساء في سكاينيوز عربية أولاً دعنا نتساءل بعد سقوط كل يوم تقريباً ضحايا جدد في الاحتجاجات العراقية ومع كمية الانتقادات وحدة الانتقادات التي توجه للسلطات العراقية لماذا الاستمرار في استخدام القوى المفرطة بهذا الشكل بكل تأكيد هناك تساؤل مشروع مثل ما اتفضلت جنابك هناك قتلى قذر في بغداد والمحافظات السبع المنتفضة أو المتظاهرة ضد الإجراءات الحكومية والفساد والفشل السياسي في العراق هناك تباين عندما أسمع خطاب وتصريحات قاد عملية بغداد السيد قيس المحمد داوي الذي أكده يوم أمس بشكل صريح وواضح أنه يدعم التظاهر وهو لا يستخدم إطلاق النار الحي وهو لا يأمر باستخدام السلاح أساساً وهو يعمل في قواعد الاشتباك العالمية والمحلية ولكن بالمقابل نرى سوية أن هناك قتلى كثر موجودون في بغداد يسقطون في بغداد هنا وهناك معادلة صعبة من يستخدم النار من يستخدم العيارات الحية هل يريد إحراج الحكومة هل يريد خلط الأوراق أم يريد أن هناك نوع من الأجندة الأقليمية أو الدولية يراد بها تحقيقة في هذا الاشتباك أو هذا التظاهر الحق وبين الإجراءات الرسمية للحكومة العراقية في بغداد نعم طيب هل يمكن الذهاب بعيداً في هذا التصعيد تصعيد القمع من أجل إسكاة الشارع العراقي سيد الشماري يعني هو سؤال أيضاً مشروع إلى أي مدى يمكن استخدام العنف في موضوع إسكاة التظاهرات هناك من يتهم بعض المكاتب القريبة من رئيس الحكومة الحالي العراقي الحالي سيد عادل عبد المهدي من طبعاً التهام من قوة سياسية قريبة أيضاً من سيد عادل وهي ضمن العملية السياسية تتهمه بأن هناك من يعمل على تصعيد العنف ولكن أيضاً العين يقول بالمقابل أن هناك قريبين جداً من سيد عادل عبد المهدي يستخدمون مبدأ الحوار ويحاولون الاتصال بالجماهير المتظاهرة من أجل تخفيف التوتر ولكن للأسف نقول أن خيار العنف هو الأبرز في الساحة والأوضح في المشهد اليومي في التظاهرات طيب على مستوى السياسي تبدو الأمور مجمدة حتى الساعة عادل عبد المهدي يقول أنه ليس هناك حل في الأفق يفي بالغرض برأيك أستاذ ما الذي يلح في الأفق من سناريوهات محتمرة بكل تأكيد هناك أكثر من مشهد وسيناريو يمكن أن يدرس ويتوقع أن يكون هناك أول سيناريو هو تصعيد المتظاهرين في بغداد المحافظات في الاتجاه على قطع شريان الاقتصادي والتواصل لا سيمة في العاصر وبغداد بين كل خلصافة والسيطرة على القطع الجسور وكذلك في البصرة السيطرة على رئة العراق الاقتصادية ميناء ومقصر وفي ميسان حقول مجنون وبالتالي يمكن خلق الحكومة هذا الجانب الجانب الآخر أو المشهد الآخر هو الحكومة سوف تتنازل وتعطي تنازلات ضمان للشارع وبالتالي الشارع العراقي سوف يكون في قرب من الضمانات الحكومية ويعود إلى إدراجه المشهد التالي يعني تنازلات بأي شكل سيد حانزم ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة من تنازلات الآن التنازلات السريعة التي يمكن أن تهدئ بها الشارع الحكومة هي تنازلات على تقديم بعض حيتان الفساد في الشارع العراقي منذ عام 2005 وليحد الآن يمكن أن يكون هو نوع من الثقة أو يعني إعطاء ضمان للشارع العراقي أيضا تقليص الأعداد الأنفاق الحكومي للرئاسات الثلاث في شيء كبير الأمانات العامة للمجلس الوزراء تقليص إلى الثلاثة أربع العدد هذه الوعود قدمت مراما وتكرارا سيد الشمري ويبدو أن مشكلة بناء الثقة الآن هي التي تقف حجر عثرة ما بين الشارع وبين السلطة هل بإمكان هذه الحكومة استرجاع هذه الثقة من أن الوقت قد فات ربما الثقة صعبة جدا يعني اليوم بين الشارع المتظاهر وبين الحكومة لأن في خضم هذا التظاهر وفي خضم هذا الحراك القاصة والدانية يتكلم عن حقيتها والمطالب وإبعاد العراق عن شبح الحرب الهلية أو انتشار العراق من حالة الفساد هناك تعيينات على مستوى السلك الدبلوماسي جاءت بالمحاصصة هناك تواقيع أو تثبيت أكثر من 98 درجة مدير عام وهي درجات خاصة من الفئبة في مراكزها وهي محاصصة يعني شيء قد يكون يعبر عن أن القوة السياسية بالغالب لا تنصط إلى رأي الجماهير والمتظاهرين وهي غير آبها وتعتقد أن الجمهور سوف يعود إلى أدراجه من خلال تبطئة الوقت لأن عام الوقت جدا مهم في هذا الحراك نعم طيب نتحدث كذلك عن مبادرة البرلمان لجنة دستورية من أجل تعديل دستوري مقترح هناك جدل كبير بخصوص الآلية الدستورية لهذا التعديل هل تعتقد أن هذه البادرة ربما قد تلعب دور في تخفيف الاحتقان الحاصل وربما أن تكون مدخل للحل حل الأزمة الحالية مهم جدا أن نرى المؤسسة التشريعية وهي المؤسسة التي تمثل الشارع العراقي تبادر بإجراءات حل المشكلة والتوصل إلى حلول وسطية ولكن الحلول التي تعرض على الشارع وهي مثل حل تعديل الدستور هي حلول جزئية أنا خبير في العلم السياسية وأقول ليس هناك حلول كلية هي حلول جزئية لا تحقق الهدف العام في المصلحة العليا والمصلحة العامة للدول العراقي وانتشارة من حالة الاحتدام الجماهيري والسلطة وإلى حالة الانسجام بين الشارع والقوى السياسية ومراكز قرارها لذلك هذه حلول جزئية لا تعطي مؤشرات ضامنة لتحقيق الإصلاح وبالتالي هذا لا يعطي نفعا كبيرا أو الشارع العراقي يريد حلول كاملة حقيقية من أجل أن تكون المسيرة صحيحة لأن القوى السياسية قد أعطت تصريحات وعود خلال السنوات الماضية ولكن بدون تحقيق وإنجاز من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم الشمري شكرا جزيلا لك تتابعونا في المساء بعد قليل فومبيو يطالب المجتمع الدولي بزيادة الضغط على إيران بسبب استفزازاتها النووي ترجمة نانسي قنقر